مرحباً 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 2 plus Z2 égale R au carré هادي surface فx2 plus y2 plus Z2 moins R2 égale à 0 لما بدي جيب للقراد حطلع 2x 2y 2z virgule 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 voilà وبدي قسم هيدا حيطلع للنormal وبدي رجع جيب النormal على النور طبعو يعني هيدا حيطلع معي دجا كمان شايفينا نحن بأexemple قبل حنرجع نقسم هيدا 2x 2y 2z على divisé par النور طبعاً النormal هيدا يعني حيطلع لي أنا 4x carré plus 4y carré plus 4z carré والنور voilà فشوه هيدا 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 2R كل سوا معي 2R و من فعندي دجا 2x 2y 2z يعني حيطلع x, y, z وبقسم على voilà هيدا هو النورمال فلما بدي اضربو بالV والV هو x, y, z شو حيطيني حيطيني finalement R ف لما وشي بالدخل V scalaire N دونك حيطيني 4P كمان R3 فدو لأ 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 دوستrografski أنه ديبرجانس لأ 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 اللي برهمتها بالإجزامل الإجزامل اللي بعده كمان ما نوكتير بعيد عنه أن ندفني ناخد نفس البولم نفس البول باتغير شام فيكتوريال يعني بدل ما يخد x, y, z أخد z, x, y إري تروفي كمان لرزولتات دو تيران دوستوغرسكي شو حيطلع معي أنا هون الدivergence بدي أعمل ديريفة برapport ع x لل p حيطلع 0 ديريفة برapport ع y حتطلع 0 ديريفة برapport ع z كمان حتطلع 0 فالدivergence هون إقال 0 فشو حيطلع للإنتجرال triple إقال 0 هايدي هيني بهذا الشكل هلا بس بدي اشتغل على التاني بارتين يعني على الشام فيكتوريال أترافر الفلو أترافر لسورفاس فبدي أعمل v سكالر n يعني أنا معي ديجا ال v هون بهذا الإجزامل بدي يجيب ال n وبيدي أعمل لها الانتجرال دي سورفاس فشو حيصير ها نعمل فإزان v سكالر n ووالا هايدي هي نفسها هي زت أكيد بس ال v تغيرت فهتطلع معي أنا x y z بس هادرب ب z و v يعني شو هتطلع ال v z و x و y فضربتون أوكي على r هلا بما أني عم بشتغل أنا بال بسفير أوكي فحاخد الكوردوني برامتريزازيون للكوردوني سفيريك فحيطلع معي r sin theta cos phi r sin theta sin phi و r cos theta حانا نلتزم بهيدي التتا عبارة عن شو هون معي أنا بس لأرسمها فإذا أنا بالكوردوني السفيريك اللي معي هون هون أوكي معي كل بوان هون أخد هو التتا هي هاي أوكي بهيدي ال الدفينيسيون والفي هو أخد عبارة عن الانجل هيدا أوكي فإذا بدي اشتغل على هايدي البرامتريزازيون شو هتطلع معي x بتسوي r sin theta cos phi y r sin theta sin phi والz هي r cos theta بهالحال التتا عم تتحرك من 0 لبي أوكي والفي عم تبرم من 0 ل2 بي فإذا أخدت أنا هايدي البرامتريزازيون جبنا الان جبنا ال v ضربناهم ببعض أوكي ال v دجاه وعندين يا بدوني ضربناهم ببعض لما بدي أعمل الكالكول للكوردوني بالأحرى لل الثلو أترافير أس أوكي فبيطلع معي عبارة هأضربهم ببعض يعني حط ال x بإمتا z بإمتا وال y بإمتا فهيطلع معي كل هيدا الانتجرال هلا هيدا الانتجرال صار هيا هيطلع معي الأول شغلي عم بيقلي أنه الانتجرال cos phi من 0 ل 2 بي هتطلع 0 وهي هتطلع 0 وهي هتطلع 0 فكمان يعني كل هيته هيتطلع 0 طيب هلأ هادي هيني شو الانتجرال للكوسينوس هي سينوس شو الانتجرال للسينوس هي موين كوسينوس entre 0 و 2 بي كلهم هيتطلعوا نفس البالور هلأ هاي كيف بحلها آخر واحدة بس يعني كلمة صغيرة عن آخر انتجرال فيني افترض هاي دي هي عبارة عن U أوكي فإذا أخدت U هي كوسينوس في شو هي دي U شو ديريفية تبعها الكوسينوس هي هتكون موين سينوس في دي في انتجرال U موين دي U حتطلع لي موين U كاري سور 2 هاي دي حتطلع يعني و الU هي عبارة عن كوسينوس في فا موين كوسينوس كاري في سور 2 entre 0 et 2P فحتطلع لي كمان égal à 0 هاي دي حتطلع 0 و إذا أخد سينوس ستة حتطلع لعون فالانتجرال تعون يعني سينوس ستة وإنسبي الانتجرال برافور في هني كونسطان فبيطلع فبيطلع معي هاي دي 0 هاي دي 0 معنا كل الفلو أترافر S هيطلع égal à 0 لونك ووالا منرجع كمان منشوف ها بطريقة تين ميلا التيورام دسترغراسكي منكمل بالأexample هناخد الأexample 14 ان كنسيدر ل صوليد اوموجين دون ستيرو ديفيني Z entre راسين لX2 plus Y2 والان فإذا معي أنا هاي دا السوليد اول سؤال دي السينة ام هلا Z إذا أخذ Z إقال 1 فهتطلع لأكيد هي البلان بارلل ع X أو Y وإذا أخذ Z إقال راسين لX2 plus Y2 عبارة عن كون ديجا شايفين هاي فإذا جيد بدي يرسم السورفاس فهي عبارة عن الكون اكيد Z positif entre 0 الحديث 1 وبيطلع لهايد الكون هذا أول سؤال دي السينة 1 تاني سؤال عم بقلي كالكولي لمومان دينير سي المومان دينير سي الدستانس بد يدرع بالدنسي فشو حيطلع لي فإذا حيطلع لي ال partie 2 فإذا الدنسي إقال 1 و الدستانس لأي point بالنسبة للأوزد إذا أخذ أي point هون شو الدستانس من للأوزد هي حتكون x2 plus y2 ما هيك فإذا حيطلع فإذا الانتجرال التريبل للدستانس أو كاري مضروبي بال 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 رو الدنسي يعني اللي هي 1 فالمومان دنسي بار ديفنسي تطلع الدستانس أو كاري مضروبي ب1 فهيد هي فزد عم تتحرك من 0 لحدي 1 ومستعمل هون المثل دستانس يعني اخذ هو pour z fixer عمل dz شو dz x2 plus y2 شو dz dz x2 plus y2 plus z 2 الآن z تحرك 0 1 إذا اخذ هال méthode de section نحنا كمان دجا شيفينا فإذا أنا معي هيد القان اخذ méthode de section يعني اخذ pour z fixer هيتلعلي أنا هون عبارة عن circle هلا إذا اخذ من هون لهون z تحرك من 0 1 إذا اخذ méthode de section يعني هو حدد pour z يعني z اخذ z هاي فهيدا شو بيطلع معي بيطلع x2 plus y2 égale z2 ماشي méthode de section فبهال حال إذا أخذ أنا coordon polar بما أنه هيدا circle ما معنات معنات x égale r cos theta y r sin theta بس r theta عم تحرك من 0 إلى 2 p وال r عم تحرك من 0 لحدي z ما بدي انسى فهوالا z البراني من 0 إلى 1 theta من 0 إلى 2 p وال r عم تحرك من 0 إلى z لأن أنا عم بشتغل على section هاي الparametrization بعمل الكلكل فحيط معي p sur 10 هلا بكمل parti 3 شو بدو بالparti 3 عم بيقل لي ان كنسيدر لشان دي vecteur h إخذ هيدا h هون هيدا السؤال كتير كلاسيك عم بي الجيب الrotationale الrotationale هو الgradient ok vectorial h هو عبارة voilà هو الgradient vectorial h حجيب rotationale إلا منحط ej k جيب déterminant هيدا المatrice ديران x ديران y ديران z وحط h composante h فهيدا سؤال كتير classique الparti b جيب divergence h divergence h بجيب dérivé par rapport à x plus dérivé par rapport à y plus dérivé par rapport à z ok ف كمان هيدا يعني question هيدا كتير point الرشا quatrième question démontrer que le flux de h à travers s est égal au moment d'inertie طي أول شي نحن ديج جيبين le moment d'inertie عن بي اللي kalkuler le flux de h نحن نعرف عبر تيوران تابع Ostrogratski النو تيوران de la divergence هيدا l'intégrale triple تابع divergence égale النو l'intégrale اللي n طيب هلأ نحن شو جبنا بال بال partita رو جبنا الدivergence فدغري هنستعمل ها حيطلع الدivergence إلنا x2 plus y2 فإذا إذا بس حطيت بإنت x2 plus y2 integral triple هتطلع إقال يعني هي بتساوي المومان d'inertie ليش شو المومان d'inertie اللي طلع معي أنا هو كان x2 plus y2 d'x فهزن partie 2 والpartي 4 هني سكون سيت voilà آخر إجزامل حنمشي في إجزامل أنه حيخدا هو x2 plus y2 plus pt وإجال أزد هون بدلا ما يكون معي كونيك بما أنه ما في رسين إذا رفعت إذا أخذ x2 plus y2 كمان مرت معنا بإجزامل أبل إذا أخذ أنا x2 plus y2 إجال أزد زد إجال 1 فإذا أخذ هذي إجال زد إجراج إجال زد إجال إجس دور فشو حططيني هاي حططيني البرابول الأكس ديسيمتري طبعه على الزد ونفس الشي كمان دجا شايفين إجراج زد فحيطل معي أنا هذا الشي وإذا أخذ x إجال زد يعني بهذا البرابول فحيطل معي هو عبارة عن البرابولويد نحن شايفينه بالإجزام في الويت يمكن هيدا البرابولويد هلأ هو عم بيقلي ثار ان فيجور ريبريزنتي نو هيدا البرابولويد اللي معي أو الدومان وشو هون الاس هو عم بيقلي زد أنتر زيرو لان فأنا في عندي البرابولويد من تحت نسكر للدمان منفوق بما أن الزد وصل لحدد 1 فعندي أنا التسكير منفوق الاس 2 فإذا أنا عندي سورفاس اس 1 هي البرانية اللاترال والسورفاس منفوق الطبعة هي اس 2 هلا إذا بدي أنا أعمل شو عم بيقلي بعدين عم بيقلي ديترميني لفكتور نورمون اونيتر كوركتمون اوريونتي حتى ضبط الوريونتاسيون فحأخذ الان لبرة ديما لفر لكستيريور وهون الان لفوق كمان لبرة يعني بالنسبة للس 2 فهي لفوق هلا نحن بالإجزامبل ويت ما أخذنا هيد النورمال لبرة أخذناها لجول حتى تكون الانجل ايجو إذا بعد نذكرنا بالإجزامبل ويت فهون بالعكس طالع لبرة إذا نلاحظ الانجل بين الزد والان ما تطلع ايجو يعني الانجل بين الزد والان فالان نحن هون شايفينا كيف هي هاك إذا عملت بparallel هتطلع هاك فهدا الانجل هيطلع منه ايجو هاك هون بيطلع وقت الانجل ايجو فبالإجزامبل ويت فيكن ترح تشوفوا هيدا الإجزامبل اللي نحن اشتغلناه كمان على البرابولي نفسه هلا هشتغل بس أول بارتي نحن رسمناها وشفنا كيف الان فإذا الان فالكستيريور وأخذنا كمان بالنسبة للأس 2 فالأو هنشتغل بس البراتي 2 بس نغير للشان فيكتوريال طيب بالنسبة للبراتي 2 هي عبارة عن شو اخذ شان فيكتوريال كمان نفسه بالإجزامبل يعني إذا فينا نرجع نشوف نحن إجزامبل 8 هي نفس الوكتور إخده وعملنا الوقت نحن الانتغرال V سكالر N على DS فإننا نرجع نشوف كيف عملناها برجع أقول نحن وقت أخذ نحن نحن لجوع لحيط أطلع طيب كالكولي لفلو دو دو شان دو 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 أتراف S هذا أول سؤال فأول سؤال دجا نحن شايفينه حلا بس بيبقى أني أعمل الفلو على S دو نحن عملناه بس على S en وقت فبالنسب إلى نحن نجيبه عبر الغرال ما أنا معي معي X 2 plus Y 2 1 Z 0 يعني أول surface هي عبارة عن بس لكي نعرف الغرال شو بدي يجيبه فإذا تطلع X X 2 Y ب 1 ب moins 1 بل أحرى voilà فا لما بدي جيبه النور مال خليني بس نزال ok voilà هان حيطلع معي أنا مال ب مال ب 1 voilà هيد النور وعلى النور تبعو يعني كمان نحن دجا جيبينه بإجزم 8 النور بالنسب لل S 2 هو صب فو فهوي حيطلع فهيدا هو عبارة عن الإجزمبل أو البرتي 1 هلا البرتي 2 اخذ هيدا لنا ال V ok الشان فكتوريال اللي احنا دجا درسينه بالإجزمبل 8 وعمل يكالكول الفلو وارجع جيب الديفرجانس وأكيد كمباري يعني كمان نرجع شفلي إذا تيوران دسترغراسكي يفيريفي فشو الفلو هون الفلو بالنسب لألي هعمل بارامتريزازيون للأس بما أنه أنا عم بشتغل على البرابولويد بالنسب للأس فحأخذ الكوردنة X و Y و Z هي X2 plus Y2 ok فحأخذ X هي X Y Y و Z هي عبارة عن شو X2 plus Y2 فبالبرابولويد برجع بقول فهو ديسك دسنتر أو دريان 1 البرامتريزازيون بالأس 2 كمان X هي 1 فورتو S2 أكيد Z عطول هي 1 و voilà هايدي هي البرامتريزازيون هل إذا رجعت باللاشت بالبرتي 2 بدي أخذ الفلو بالنسب للأس 2 بالنسب للأس 1 بالنسب للأس 1 حتطلع مو اللي طلعت معنا بالإكزامبل ويت برضي عبقول ليش لأنه وقتا بالإكزامبل ويت أخذنا النormal دريجي فر الانتاريور مش هني طلع الانتاريور يعني حيطلع هارجع للأس ويت خليني أرجع للأس ويت بس ضربي و voilà فإذا هيدا هو الانتاريور وقتا نطلع معنا نفس البرابول ويت بس هون شو أخذنا نحنا أخذنا أنوريانت S كيف ان انتاريور وبعرف إنه لازم يكون نرمال لجوة فمع الأز فهون أخذت حيطلع الجواب معي موان بي سور دو أفاك من V يعني هون أخذ نفس ال V هو اللي بيشتغل عليها فطالع معه موان بي سور دو فإذا أنا شو لازم يطلع معي ال V أوكي بي سور دو يعني إذا اشتغلت عن نفس ال V بالأخذ ال 15 اللي معي هون حيطلع معي بما أنه نفس ال V حيطلع معي على الفلو هون أوكي خليني اكتبها أوكي فهون حيطلع معي أنا P سور دو أوكي هلأ بالنسبة لل الانتغرال الفي S 1 لل V أوكي حيطلع فإذا إلنا P سور دو بالنسبة لل هذا ما نشوف اجزامل بالS دو يعني بالطبقة هاللي من فوق أوكي حيطلع معي N V سكالر N والN هي K أوكي فإذا بس أنا بيخد ال Parti طبعا ال V اللي في أكا أوكي حيطلع موان 1 دمي لر طبع S2 أوكي فإذا خليني بس أرجع شوف شو هي V ال V هي عبارة عن Z X كاري أوكي لا هي عبارة عن موان Z2 سور دو هايدي هي ال V فهتطلع حتعطيني موان لر طبع ال S2 أوكي حتطلع موان P سور دو لما بجمع مع P سور دو ال Parti B كالكي للدivergence بالنسبة للدivergence إذا لحظتوا طبع ال V هيدا بدي أعمل ديري V لأول composante برапور عال X حتطلع Z plus تاني composante برапور عال Y حتطلع 0 plus تالت composante برапور عال Z حتطلع موان Z فلما بجمع Z مع موان Z حتطلع إقال 0 فمشان هكذا وطلعت معي هاني موان P sur 2 plus P sur 2 كمان égال 0 فازان تيران Dostrogatzky est bien vérifié وإخر partie هي exactement la même chose بس مغيار لل V فا كمان أنا علي بس أعمل paramétrisation مع الكوردنة polaire نفس الشي ورجع جيب الدivergence وعمل comparaison entre les deux intégrales voilà هيدا بيكون خلص l'intégrale de surface ونحن اشتغلنا على تيران من سامي تيران de la divergence فازان بي اللي بي اللي انو l'intégrale triple de la divergence de V du champ vectoriel V est égale au flux du vecteur V à travers la surface S فازان هي عبارة عن relation بين intégrale triple ou intégrale de surface voilà فازان أنا حوا إفون هيدا بيكون خلص الشاب وإذا عنكن أي أسئلة من الرامة